عوافة ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وأحد مبارك لكل اللبنانيين ولأهل غزة وأطفال غزة كمان أحد مبارك منتمنى لهم ومنتمنى أنه يخف عدد الشهداء اللي عم بيسقوط نتيجة البربرية والوحشية الإسرائيلية يلي عم تتمارس عليهم اليوم هو عيد البربارة وكلنا منعرف أنه بربارة أكيد في ناس مختلفة عن بتحديد من أي بلد الإديسي بربارة ولكن هي من مدينة بعلبك مدينة الشمس مدينة الإله بعل لأنه اسمها بعلبك واسمها مركب فبالتالي كل المعلومات بتشير التاريخية إلى أن الإديسي بربارة مسقط رأسها بمدينة بعلبك وحياتها القصيرة اللي عاشتها عاشتها هونيك وعذاباتها عاشتها هونيك فرح نحكي عن هيدا الموضوع بس لحتى نعمل لمحة تاريخية نتمنى بذكرى العيد الإديسي بربارة اللي بتعيد إجمالا أكتر شيء باللبنان وسوريا وفلسطين لأن الحضارة اللي كانت سائدة هونيك كانت دمن هيدا المناطق الجغرافية ولكن أيضا عند الأقباض بعيدوا وعند المسيحيين الشرقيين والمسيحيين الغربيين اللي بتتبعوا التقوص وخاصة بروسيا واليونان وأيضا بكل دول العالم ولكن في ناس بتخلط بين إنه البربارة هي ذاتها هالوين لا هالوين هو تقليد إيرلندي صار له من سنة الألف ومتان بالداول الهالوين ما قلع علاقة بعيد الإديسي بربارة لأن الإديسي بربارة بالقرن الثالث ميلاديا صارد اليوم كمان بذات الوقت عم نشوف الهمجية والبربارية الإسرائيلية اللي عم ترتكب بحق أطفال غزة وعلما إنه إسرائيل وتوحشها ونتانياهو والإيادة الإسرائيلية هن منهم لابسين أقنعة هيدا وجهم الحقيقة لهو وج بربارة يعني بربارة القتل والشر وبربارة النجاسي لأنه هن ما بيعرفوا طهارة الإديسي بربارة كمان بهيدا الفيديو اليوم رح نستعرض شوي هالمرة رح ننقل على أوكرانيا بيظهر أنه كييف عاصمة أوكرانيا رح تكون تحت هجوم واسع من أجل إسقاط النظام بأوكرانيا لإعادته إلى صوابه خاصة وأنه المعارك والهمجية التي تمارس على غزة عم بتعتم على ما يجري في روسيا ولكن بأوجه المقارنة لتجوز المقارنة بينما ما يقوم به الجيش الروسي من دون بغض النظر هون على الفوت إذا معه حق ولا ما معه حق عم نحكي على المستوى الإنساني يعني لا تقارن عمليات التي يكون بها الجيش الروسي في أوكرانيا وبين الوحشية والبربرية اللي عم بيمارسها الجيش الإسرائيلي ضد أطفال ونساء وشيوخ غزة وعلما كمان هون بالمقاربة إذا الواحد بده يجي قارب يعني معلاء لما نلاقي جيش ودولة كل المعتقلين من الفلسطينيين 3-4 نسوان وأطفال هيدا شو بيكون هيدا الدولة؟ هيدا بتكون دولة وحشية دولة عم تخرق قانون الدولة ولا دولة تتجرأ يعني حتى كمان بنظرية القياس أو نظرية المقاربة ولا دولة بالغرب أو بالشرق أو بالدول العربية والإسلامية تتجرأ أن تتفوه بكلمة أو تاخد قرار من أجل إدانة هذا الكيان وهذه الدولة الوحشية على تصرفاتها يلي عم بتأدي لاستمرار خرق القانون الدولة ومساطة الأمم المتحدة وشرحة حول الإنسان والإعلان العالمي لحول الإنسان ولا دولة عم تتجرأ الناس اللي عم تتجرأ العالم اللي عم تتظاهر عم تتجرأ بس بالنتيجة ولا دولة عم تتجرأ تاخد أي قرار بحق ولكنهم يتجرأون بكل كذب ونجاسة إلى إدانة ما تقوم به روسية في أوكرانيا علماً أنه يلي دايق روسية ويلي حاول يضرب لأمن القومي هو الناتو والغرب وأوروبا وكانت ردد فعل لأنه الاتحاد الروسي لما خلق بالتسعين من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان فيه مثال شرف موقع بين جمهوريات السابقة بالاتحاد السوفيتي بين بعضهم بعدم التعرض للأمن القومي لروسية الاتحادية خرقوه هن فبالتالي بيتجرأوا يعملوا هذه المقارنة وبينسوا الاعتداءات والعدوان اللي مورس على العراق وعلى أفغانستان وعلى كل الدول يلي كذبوا بموضوع إمكان الأسلحة الدمار الشامل بالعراق ولا بخبرية السعدان تبعيد سبتمبر 11 يلي هي من اختراعهم هن من أجل تبرير أول شي من أجل تبرير اجتياح العراق والانتضاد على الحضارة العراقية لأنه من أهم أهداف اجتياح العراق سنة 2003 هي الوصول إلى المستندات الأركيولوجية الضخمة التي تكذب كل ما جاء من تاريخ حضارة شعوب الأنوناكي وسيطروا عليها الأمريكان وكل هذه الأسرار صارت موجودة بالولايات المتحدة وخفيوها عن كل العالم العلاقة من أحد الأسباب يعني ما بنا نفوت بهذه التفاصيل فإذا بالعودة معلاش للنمحة التاريخية عن قديسة بربارة قديسة بربارة يلي ما بيعرف خلي يعرف يعني عن جد لأنه هيدا الموضوع كتير مهم وكتير عيد حلو وممارسة هذه الشعائر بعيد القديسة بربارة كتير شعائر حلوة ومهضومة قديسة بربارة خلقت بمدينة بعلبك واستشهدت سن بين الـ 235 و 247 ميلادية ما في تاريخ بالتحديد أنت استشهدت على إيد بيا الوسني اللي كان وسني وكان من أغنياء الرومان بذلك الوقت بمدينة بعلبك واسمه ديوتس فوروس ديوتس فوروس اسمه لبيا بذلك الوقت تلاقيت لما صارت صبية لديسة بربارة تلاقيت بمبشر مسيحي كان اسمه الراهب مارتينوس وتعرفت على المسيح من خلال تبشيره وتعمدت بالسر عن بيا واجه وقت انه بيا كان بده يحاول يجوزها لكمان رجل غني من العيل الرومانية المشهورة اللي كانت ساكنة بمدينة بعلبك رفضت هيدا الشي وحبست حالة بقودتها بأسره بأحد الأبراج بأسر بيا من خلال رفضة كانت عم بتحاول تخبي الحقيقة انه هي صارت مسيحية عن بيا اكتشف بيا انه صارت مسيحية بيقوم بسلمها للحاكم الروماني وقتها بمنطقة ده بعلبك لانه بوقتها كانت خاض على الاحتلال الروماني فسلمها للحاكم الروماني اللي اسمه ماركيانوس صار يتعاطى معا بالمليح لحتى يرجعها للوثنية ولكنها رفضت رجع استعمل أسلوب العذاب وتعذيبها وسلخ لحمة عن جسمها بالحديد وبالنار وبالكوي وبالزات اللي بيغلي ولكن رفضت كمان انها تتنازل عن ايمانها المسيحي فاخر شي اخذ القرار بقتله بقتله لكن بيا ما كان يقبل الا هو يقتله على ايده بسيفه تم قطع راسه والاديسي بربارة لما كانت تهرب وتتخفى تهرب من قصر بيا كانت تلبس التياب مثل كيس جنفايس وتدهن وجه لحتى ما حدا يعرفها من الحراس طبع بيا وكانت تروح على سهول الأمح ومشان هاك بعيد البربارة بلبنان وبسوريا وبفلسطين بالتحديد منعمل الأمح يعني مناكل الأمح على عيد البربارة وهو الشعار الرئيسي بممارسة أشعائر الاديسي بربارة فأزا هايدي كانت باختصار القصة جسمينا للاديسي بربارة كان موجود ببعلبك تم نقله على القسطنطينية من بعد ما اعتنأت الأمبراطورية الرومانية اعتنأت الدين المسيحي تم نقل الجسمينا أو روفيتا على القسطنطينية بسنة تقريبا الأربعمية وعشرين ميلادية من بعد تم نقل جسمينا أو روفيتا على كييف عاصمة أوكرانيا لأنه وقت الأمبراطور باسيليوس سنة 972 ميلادية الأمبراطور الروماني باسيليوس زوج أخته لأمير كييف وحبي هدية هذه الذخائر طبعا الأديسي بربارة وهديوا إياها ونقلوا روفيتا على كييف وهلأ موجود روفيتا على الأديسي بربارة موجودين بدير مار ميخايل حد كييف بضايع بعيدة 25 كم عن كييف عاصمة أوكرانيا فإذن هذه كانت قصة الأديسي بربارة يلي هي أديسة الطهارة ويلي هي هلأ تعتبر شفيعة كل اللي اللي بيكونوا عندهم يعني مخاطر عايشين بمخاطر أو بمأزق أو بعلال صحية فهي شفيعتهم بحسب التقاليد المسيحية علما أنه معبد فينوس بيب علبك تحول لكنيسة سنة 398 ميلادية معبد فينوس اللي بيهلأ من أحد هياكل بعلبك تحول لكنيسة سموها كنيسة الأديسي بربارة وضلت هذه الكنيسة موجودة كمعبد فينوس يعني ضل لكنيسة لسنة 555 ميلادية لما صار الزلزال الكبير يلي هدم معظم مدينة بعلبك وأثار بعلبك واللي بقي هيكل جوبيتير تقريبا هو الهيكل الوحيد للأمبراطورية الرومانية وين عمرت هيكل كلا سوا لبعده تقريبا شبه كامل وهو لازم يعتبر من عجائب الدين السابعة لأنه من أعظم الهيكل التي بنيت على أيام الأمبراطورية الرومانية وحتى من أعظم الهيكل التي بنيت عبر التاريخ وهو يضاهي حتى ضخامة أهرامات مصر لأن من عطى الحق اللازم وقت اللي كانوا عم بيصنفوا أعجائب الدين السابعة على أمل أنه يتصنف على أمل أنه عن جد يرجع بناء هياكل بعلبك بس لما يصير في عنا دولة مثل الخلق لأنه تكلفة حسب معتمدت بأحد المكاتب الهندسية الاستشارية بروما اللي عم بيحاولوا يرمموا أو يعيدوا بناء هياكل أو أثرات الرومان بحيالة دولة وجدت وخاصة لأنه هيكل جوبتير هو من أكبر الهياكل التي بنيت قالوا التكلفة بتكون بين 5 مليار يورو و 9 مليار يورو لحتى يعيدوا هياكل بعلبك مثل ما كانت خطينا الموضوع الديسبربارة ولكن هذه كانت من ضمن التاريخ لحتى نفهم شو هو فأزن رمزية الديسبربارة هو رمزية الطهارة وليس رمزية النجس الجاسي يلي عم بتعيشه دول المنطقة وعلى رأسهم لبنان لأنه المنظومة السياسية فيه منى لابسة أقنعة هيدا وجه الحقيقي على أمل أن يتكسر هذا الوجه الحقيقي لحتى نعيش طهارة الديسبربارة بإدارات الدولة اللبنانية ونتخلص من هذه المنظومة الفاسدة يلي وصلت لبنان لهذا الدرك الخطير والانزلاق الخطير من هالدرجة الوسيخة اللي صارت فيه ما كنا معودين عليها صراحة لأنه لبنان هو لازم يكون الوجه الحقيقي ليش لقناع ولكن لحقيقة الحضارة والعلم والنور والسقافة والطبابة والجامعة والمستشفى والمصرف للأسف هيدا المنظومة السياسية هيدا منه لابسة قناع هيدا وجه الحقيقي على أمل أنه تتكسر هذه الأقنعة وعلى أمل كمان يزيح هذا القناع اللي رابط على صدورنا اعتبارا من 648 واللي موجود على أرض فلسطين المحتلة وعلى ألا يستبدل بقناع مخيف آخر اللي هو القناع العربي واللي هو القناع الدول الإسلامية التي لم تتحرك ولن تتحرك لأن هذه حقيقتهم لأنه نفس وجه البربارة النجس الذي يبسونه إن كان الكيان الإسرائيلي أو الكيانات العربية الإسلامية لأنه من نفس المصدر ومن نفس المرجع ويحاولون يقتلوا روح الطهارة الموجودة إن كان عند الشعب الفلسطيني أو عند الشعب اللبناني وهون بالمناسبة عملنا تويت لأبو أرز يعني لأتيان سقر يلي عم بيطلع بيحكي يعني يعني هولي عم ينبشون من من القبور عم ينبشون وطالع يعملنا تويتات إنه كل من يناصر الفلسطينيين هو خاين ومدرشوه خاين للقضية اللبنية يعني ما قابلنا نفوت بهذه المتاهة ولكن شي بيش مأز يعني واحد بيش مأز منه لهالكلام ولإعادة تبيان عناصر من الحرب اللبنانية الوسخة لأنه بوقتها جيل ياسر عرفات ترتكب المجازب ودفعه تمنى بس نحن ما يهود ما قالوا علاقة بجيل ياسر عرفات لأنه بصيروا يلا يهبوا عاطفيا ومدرشوه على هيدا الموضوع هلا بينطلنا شي واحد غابي بيقول إذا حكيت هاك بيقول أنه أنا قومي سوري شوفوا سخافة بعض اللبنانيين الأغبي يعني لوين إذا الواحد كان عم بيحكي مثلا عن حقيقة حضارة أهل الكنعان الكنعانيين بصفها لقومي سوري كأنه القومية سورية والهلال الخصيب قالوا علاقة بكنعان ما قالوا علاقة بهودي نظريات خلقوها أنتوان سعادة مع احترامي لفكره وميشيل عفلق مع احترامي لفكره من أجل حماية الأقليات المسيحية في منطقة كان ياسودا إعادة التعصب يلي صار من سنة الستمائة وخمسة وثلاثين ميلادية لحتى يدوبوا لبنان والحضارة المشرقية بلبنان وصورية والعراق وفلسطين ضمن الاحتلالات اللي بلشت سنة الستمائة وخمسة وثلاثين ولكن بالنتيجة خلص التاريخ هيدا التاريخ لازم نتعلمه لازم نعرفه لحتى ما بقى نعلق بأخطاء الحاضر والمستقبل مش عم يتعلموا تاريخ لازم يتعلموا التاريخ ويعرفوا أهميته لحتى نقدر نعيش حاضرنا ونرجع نعمر لمستقبلنا على كل حال على أمل أنا لأنه اليوم ما بدي أحكي سياسة بس بدي أحكي كرميل عيد القديس بربرة وإلى ما ترمز القديس بربرة على أمل أن ننتهي من هذه المنظومة في لبنان لحتى عن جد نقدر نساهم ب إعادة تكوين هويتنا الحقيقية يلي هي مشلشة بالأرض أكتر من 12 ألف سنة ويلي من خلالها لازم نرجع نبين حقيقتنا وحقيقة حضارتنا لحتى نعملها مثل أمثورة لكل الدول اللي كان حدنا ولا على المستوى الأبعد الأوسط أو الأبعد لأنه عن جد إذا بنرجع لجزورنا بنرجع للحضارة الحقيقية ونرجع منعمل فكرة السلام ونرجع منعمل فكرة كيف للشعوب تتقبل بعضها وعلى أمل أنه توزيل وجوه الأقنعة يلي هي الوجوه الحقيقية لكل ما أدى بلبنان وبفلسطين وبكل المنطقة للخراب اللي عم بتعيشوا ولهالدرك المنحط اللي وصلنا له ولحتى نرجع منطفد متل ما انطفد طير الفنيق هالأسطورة الكبيرة يلي انطفد من تحت الرمال ورجع انبعاس الحياة والقيامة الحقيقية يلي رح نعيشها بزمن الميلاد لأنه نحن بشهر الميلاد بإذن الله ومتل كل آخر فيديو منقل له نحن معك لآخر نفس نشوفكم بكرة ساعة تساعة ونص بتوقيت الجبل مجددا وكل عيد بربارة وانتو بخير وانشالله بربارة الطهارة تغطي على بربارة النجاسة وتصبحوا على ألف خير